يو ايبكس للموسم الخامس لحيجي معنا ب 12 خمسة الفين وعشرين لحيبين سيزن حلو وبداية حلوة للعبة لح تكون لانه فيها احداث كتير بالنسبة للسيزن الرابع وهلا السيزن الخامس معنا بيكملنا الاحداث بالنسبة للوبا البنت اللي صغيرة اللي كبرت وصارت واحدة من الشخصيات الاساسية لح تنزل معنا لجند جديدة معنا باللعبة خليه احكي لكم بعض الاشياء اللي حصلت وبعض الاشياء اللي لح تحصل باللعبة بالنسبة للموسم الخامس وبالنسبة للموسم الرابع وكيف ربطوهم مع بعض وشو صار بلوبا وشو صار بالأبي اللي مات اللي كان عم يحاول يحمي لوبا وامة والشخصيات اللي صارت جديدة والشخصية اللي جديدة لوبا وشو لح تكون ميزاتها وشو لح تكون قدراتها فاذا انت اول مرة عند تشاهد فيديو على القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس وحط لايك تدعمني لا يوصل لاكبر لعب من الناس ولو انت بتلعب فورتنايت كمان موجودة فيديوهات حلوة لفورتنايت فعلا مع بعض نشوف شو لح تصير معنا وانت لح ينزل التحديس بالضبط متل ما بنعرف نزل الإعلان الرسمي للعبة ايبكس بالنسبة للسيزن الخامس لح يكون إعلان خرافي جدا وفي بعض الأشياء اللي جديدة اللي حتكون اللي حتطع لك فيها باك جديدة من جوات السنة دي ولح يكون فيه طور جديد ولح يكون فيه معنى شغلة جديدة انه فيه مثل وحوش لح تقدر تقاتلها وهيك أشياء فهلا احنا خلينا نحكي بالنسبة لهذا السيزن الجديد ولو الشخصيات الجديدة لوبا اللي جاي معنا للعبة متل ما بنعرف احنا بالسيزن الرابع طلع معنا الاعلان فيه اللي زاير امامكم بالفيديو انه في بعض الشخصيات او فيه شخصية واحدة الاساسية اللي هي كانت بهذا الاعلان يلي هي شخصية الروبوت الاحمر او الالي الاحمر خلينا نحكي بالعامية وهيك ما لح أحكي باسماء بالانجليزي وهيك فهذا الالي الاحمر يا شباب نزل معنا شخصية جديدة وقدراته انه كان بيختفي او بتقدر ترمي شغلة ولما تموت او حدا يقلق ويخلص لك الهيل تبعك بترجع يعني بتكون تقريبا شباح هي خلينا نحكي يا شباح فمتل ما شفنا بالاعلان تبعا الموسم الرابع يا شباب اجا اعلان بالنسبة لهذا الروبوت انه فيه مثل واحد بدو ينقتل او فيه مثل عملية اغتيال لازم يروح يعملها وعليها 10 مليون جائزة فهذا الشخص اللي هو هذا الالي اصلا هو نفكر حاله شخص حتى منلاحظ بالاعلان انه اول ما بيكون صاحل النوم او اول ما يبلش يومه بتلاقي عم يحلق دانه انه هو بني ادم طبيعي نفكر حاله وبني ادم ومن لحم ودم بس هو بالحقيقة هو كان آلي مصنوع من شركة هامدون هاي الشركة يا شباب اللي هي صنعت هذا الالي وهي اللي عم تصنع هدول آلي او الآليات بشكل عام اللي هي عم تكون باللعبة معنا فهذا الالي بيروح او هذا الشخص بيروح هاي الشخصية بتروح بده تقتل هذا الشخص مقابل 10 مليون جائزة تبعه فمتل ما منشوف بالاعلان انه هاد الشخص اللي بده يتم اغتياله هلا بعد شوية معنا بالاعلان بيعطي بنته اللي صغيرة لوبة اللي ظاهر امامكم بالصورة شغلة مثل هيك تبع الزئب او شكله قريبه للزئب هيا شباب اللي حتكون قدرة الشخصية معنا بالسيزون الجديد والشخصية الجديدة اللي معنا فبعد وقت كتير طبعا هي كبرت هاي الشخصية لوبة وهي البنت اللي صغيرة على قولة هادا الشخصية او هادا الالي الاحمر فهي بتكبر مع الوقت بالنسبة للسيزون الخامس وبعد ما تكبر بده تنتقم لموت ابوه وامة اللي شافتهم بعيونه بعد ما هادا الالي هجم عليهم وقت كانوا قاعدين متل بمطعم او متل مقابلة كانت او هيك عزيمة عائلية يعني فبيطلع هادا الالي وبيقتل كل العباد مثل مزارة امامكم بالاعلان تبع الموسم الرابع وبيروح بيقتل الام وبيقتل الاب وبيحاول الاب يحمي بنته وبيروح بحطه بالمصعد وبنزله مشان يهربه مشان ما تموت لوبه البنت اللي الصغيرة اللي هي بنته لهادا الشخصية او هادا الرجل اعمال الكبير يعني فبعد ما بيعانوا معه لهذا الالي ما بيقدروا يقتلوه فبيروح بيهرب بنته والام بتحاول تدافع عليهم بتموت الام وبيقتله هادا الالي فبعد ما يقتل الام بيروح باتجه لعند الاب اللي هو الهدف الاساسي لإله بعد ما يهرب بنته بيركد عليه هذا الالي وبيقتله بعد ما بيقتله بيطلع هيك فيه بيقله انه انت مين او شو شغلتك او شو اسمك يعني فبيرد عليه بجملة بسيطة جدا او كلمة بسيطة جدا هذا الالي بيقله انا الموت انا الديث يعني فهيك بيكون خلصنا معنا وبيقتله وبيستهدف هدفه بس بعدها هيك منلاحظ انه في شازية مثل ازاز اجت برقبة هذا الالي وبيتطلع بالمرأة او بيطلع باللأزاز بيشوف حاله انه في متل ازازة برقبة وكيف ما مات يعني بني ادم تجي هيك ضربة شو طبيعي انه يموت فبعد ما يقيم اللأزازة بينتزع عنده او بينخرب المنظور فبيشوف حاله انه هو الالي وبيشوف حاله انه هو كان ما عم يحلق دقنه كل اللي عمنا انه كان عم يحف حديد وعم يقشر اللون الاحمر اللي على دقنه فاخر شي بيكتشف انه هو الالي بالنسبة لشركة حامدون وهو مصنوع من الالي وماله بني ادم فلا بالنسبة للسيزون الجديد السيزون الخامسة اللي معنا اللي حيجي يوم 12 خمسة 12 ماي يعني فبيجي معنا هذا السيزون الجديد وبيجي معه الاعلان الخرافي اللي اعلنوا عنه الشركة فهذا الاعلان خرافي جدا الصراحة ولحيكون موسم جديد ولح ترجع معنا الخريطة القديمة اللي كل الناس بتستناها لهي الخريطة او الماب يعني فبيظهر معنا كمان الشخصية اللي جديدة وبيظهر معنا الوان جديدة بالنسبة للأسلحة وبيظهر معنا كتير اشياء جديدة بالنسبة لهذا الاعلان ما لحنخوض كتير فيه بالاعلان او نحكي عليه كتير لانه رحياخد معنا وقت كتير نحكي عنه عن تفاصيله فكل اللي شفناه من هذا الاعلان انه لحينزل مود جديد او شي جديد لحينخلي اللعبة انه طريقة جديدة باللعب وبالنسبة للشخصيات هذه الشخصية اللوبة اللي جديده ينزل معنا باللعبه لح تكون شخصيته او لح تكون قدراته انه تتنقل من مكان لمكان ثاني يعني بتقدر تتنقل ترمي متل السوار على ايدها وبنتقل من مكان لمكان جديد وهيكيها ميزات عامكم بالفيديو بترمي السوارات وبتلاقيها انتقلت لمكان تاني هي كل هدفها هاي لوبا انه تقتل الاحمر او الالي الاحمر اللي قتل ابوه وامه فبعد ما كبرت صارت شخصية جديدة معنا باللعبة فبيظهر معنا كمان اعلان تاني بالنسبة للوبا لهاي الشخصية انه هي بتحاول تفوت على المنطقة الاساسية تبع الشركة وبتحاول تدمر الراس الكبير او المدبر الاساسي لهذا الالي وملاحظ بالاعلان كمان انه هاي الشركة عم تنتج كزا شخصية بالنسبة لهذا الالي الاحمر فبتلاحظ انه هي بتفتح او بتعمل اكسس تسجيل دخول لهذا الالي وبتتذكر كيف ماتت امه وابوه وهي بقى بده تنتقل من الرأس الكبير او الرأس المدبر لهي الشركة اللي هو الالي الكبير او الدماغ المشغلة فبتجي بتعمل اكسس بيطلع الرأس بتحاول تضرب عليه فما بينضرب بيكون محمي بازاز فبعد ما تطلق عليه بتلاحظ على انه اختفى فجأة ومنشوف ميزتها الاساسية اللي هي بتسحى بسلاح من عند الاليين اللي بيطلعوا مشان يدافعوا على هاي المنطقة هاي هي قدرتها التانية بعد قدرة تبع التنقل من مكان لمكان اللي هي العصاية تبعها او ازدئب اللي اعطاها ياها ابوه واتكانت صغيرة هاي اللي حتمثل اداة الاساسية او ميزتها الاساسية فبتهرب من المنطقة بعد ما تحاول تدمر الراس الكبير المدبر لهدول الاليات اللي قتلوا ابوه او هدول تبعات الاختيال فهيك بتكون هي ابتدت بالبداية تبع ابوه انه بده تنتقم ومنلاحظ انه في تغييرات بالماب ومنلاحظ انه في كتير اشياء وفي كتير اشياء حلوة اللي حتصير معنا فبتقرب على هذا الالي او بيقرب عليها هذا الالي وبيعرف انه هي لوبا اندريدي اللي هي ابنته اللي حاول يغتاله من قبل فترة اللي هو بالسيزن الرابع اللي احنا هلا فيه حاليا ها هي كل حكاية السيزن فور والسيزن فايف بالنسبة لأيبكس الصراحة لحتكون اللعبة خرافية او تحديث خرافي لحيكون فيه اشياء حلوة كتير وبالنسبة لشخصيتها حلوة وقدراتها حلوة جدا الاعلان الصراحة بيبشر بالخير وبشر بأشياء كتير متغيرة بالماب ويعني انا شايف انه اللعبة لحتستحق انه تلعب مرة تانية بالنسبة لهذا السيزن فايف بس مشكلتها بالسيرفرات بالنسبة عندنا للشرق الاوسط وافريقيا عندنا السيرفرات زبالة واعة كل فترة بتلاقي السيرفرات تبعات اللعبة تهكرت من فترة تقريبا من شي شهر او 3 اسابيع تهكرت السيرفرات تبع اللعبة وطلبوا جميع الناس بلعبة او مشغل اوريجين الخاص فيها للعبة انه ما يعلموا تسجيل دخولي مشان مايروحوا للحسابات لانه تهكرت يعني تخيل شركة عملاقة متل هي سيرفراتها تتهكر ويطلبوا من الناس انه ما تفوت على اللعبة مشان ماينسرق حسابها او ماينسرق بيانات اللحساب تبعها شوفوا يعني الغباء فالصراحة ياريت انه يحاولوا ي زبطوا اكتر بالسيرفرات لانه سيرفرات الصراحة ابو الكلب لهي اللعبة انا الشي الوحيد اللي خلاني اسحب عن هاي اللعبة ومعت لعبتها ابدا السيرفرات دائما بنج 150 وباكتلوس بالعادة بألعابي كل اياتهم 60 و70 كمان بالنسبة لفورتنايت بتلاقي احيانا 60 عندي فما بعرف شو الفكرة ليش هيك السيرفرات ان شاء الله تتحسن السيرفرات ومنقدر نرجع نلعب هاللعبة تمام ومنلعبها ومنبسط فيها متل باقي الناس اللي عم تلعبها على لعبين 20 وبين 15 لحنا د دائما مظلومين بالنسبة للميدل است وافريقيا فبس هدا هو المقطع تبعنا اليوم بتمنى يكون عاجبك وشفت قصتها للعبة ابوكس هلا وين راحين اللي احنا وين متجهين بهاي اللعبة واللوبة شو بدها تعمل معنا الشخصية الليتل جيرلي على قولت هذا الالي الاحمر فان شاء الله تكون بالنسبة لنا بداية حلوة للعبة وان شاء الله تكون شي جديد بالنسبة لهي اللعبة ويزبطوا اكتر السيرفرات اكتر واكتر مشاع نقدر نلعبها ونحب هاي اللعبة اكتر واكتر فبتمنى يعج بك هذا المقطع لا تنسى تنشره بين اصدقائك اللي يلعبوا ابكس ولا تنسى لايك والاشتراك في هاي زر الجلسك انت بتكون دعمتني ان شاء الله المحتوى المتنوع لقدام اكتر ولو تلعب في فورتنايت كنت تدعم بالايتم شو بنيه متسعة وبرعاية الله